إذا كنا نتحدث عن الفلافونويدس والبروسيانيت والكولين وبعض من الزيوت المرة واللاكتونات والسيسكويتيربين فنحن نتحدث عن زهرة العطاس أو ما تسمى بالأرنيكا مونتانا هذه الزهرة لها فوائد خارقة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى على المستوى الطبي والصحي هي مسكنة للآلام ومضادة للالتهاب وإذا كان هناك لديك أثر للجروح فهي تعالج الآثار الخارجية للجروح أو الآثار الخارجية ما بعد الحمل أي تشقوقات الحمل بكل أنواعها سواء كانت البيضاء أو الحمراء أو البيضاء المتداخلة مع اللون الأحمر أنا أفضل من الناحية العلمية ومن الناحية الصحية أن تستخدم على شكل زيوت وأن تستخدم على شكل كريم بشكل خارجي أي خارج البشرة بشكل عام فإذا كنت تعاني من آلام أسفل الظهر أو عرق النساء فنحن ننصحك باستخدام الزيت أو الكريم بشكل موضعي وستشعر بفائدة عظيمة خلال نصف ساعة مباشرة وإذا كنت تشعر أيضا بأن هناك احتقان وألم للرأس ووجع والصداع النصفي فننصحك بالاستنشاق العميق لمدة أربع أو إلى خمس ثواني وإضافة هذا الأمر أنه إذا كان لديك جروح معينة أو ندبات أو تشققات معينة فهي تعالج الجروح الموضعية الخارجية من البشرة عبر تطبيق الكريم الموضعي أو الزيت الموضعي الذي يكون أو يحوي على نسبة عالية من الأرنكا منتانا أو زهرة العطاس ننصح به وبشدة ولكن بشرط أن يكون على البشرة الخارجية وممنوع استخدام بشكل فموي هو مسموح ولكن تأثيراته السلبية بشكل فموي كبيرة جدا فلذلك لا ننصح به عن طريق الفم سواء كان على شكل زيوت أو على شكل حبوب أو على شكل شاي أو مستخلص أو مستحلب وإنما ننصح به بشكل موضعي بشكل موضعي له فائدة عظيمة على المستوى الصحية والمستوى الجمالي أتمنى لكم الصحة والعافية وراحة البال والسلام عليكم